تواصل ماليشي الحوثي حربها الشعواء على الطبعة الجديدة من العملة اليمنية والتي طبعتها الحكومة في الخارج لسد عكس السيولة الحادة من النقد المحلي حيث تفيد العديد من شهادات السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لتوسع دائرة الانتهاكات والإجراءات للتضييق على نشاط تداول العملة الجديدة غير آبهة بمعاناة المواطنين وأزمة السيولة الحادة في المصارف والأسواق المحلية وعملت الحكومة اليمنية إلى ضخ فئات نقدية جديدة لمختلف المحافظات اليمنية بسد العز في السيولة التي تعاني من العملة اليمنية في مختلف أنحاء البلاد لكن تلك الإجراءات اصدمت بتعاني ماليشي الحوثي التي منعت تداول الفئات النقدية الجديدة ووصلت شن الحرب عليها لتفقد مؤخرا أكثر من 20% من قيمتها الحقيقية ويفيد سكان محليون لمن شباب بأن التجار والباعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ماليشي الحوثي بدأوا بخصم 20% من قيمة العملة النقدية الجديدة شرطا لقبول التداول بها في المحلات التجارية والسوبرماركت والمحلات الصغيرة كما يؤكد مسؤول محلي في محافظة الجوف بأن الماليشيات الحوثية تطبق قانون الخمس في العملة الوطنية تحت ذريعة عملية صرف بين العملة الوطنية حيث يتم استقطاع 20% من الألف بالطبعة الجديدة فتصبح قيمتها 800 ريال بالطبعة القديمة وأدت هذه الممارسات بحق العملة اليمنية إلى انهيارها خلال الفترة الأخيرة بشكل دراماتيكي أمام العملات الأجنبية وأفقدها جزءا كبيرا من قيمتها وسط مخاوف من أن تخسر الكثير ما لم يتم تدارك الوضع ومعالجة الاختلالات المتوقعة في الفترة المقبلة